الآن ماذا يمكن أن نفعل إذا دخلنا منزل شخص كان فيه مصاب بفيروس كورونا متى يمكن أن ندخل المنزل؟ سبق ونحكى الكورونا لا يتواجد في الهواء يتواجد مباشرة برذاز من المريض فبالتالي إذا المريض غير موجود أو إذا المريض شفي ما في مشكل بالتواجد داخل هالمنزل الإشكال أنه إذا فيه أشخاص آخرين في المنزل ممكن أن يكونوا قد تعرضوا للفيروس ولم تظهر العوارض فالحيطة باستعمال ماسك ضروري للحماية من الأشخاص الآخرين في المنزل